مشكلة الطاقة الكهربائية في العراق أو بالأحرى المعضلة التي تواجه الحكومات المتعاقبة منذ السنوات حيث عجزت عن حلها على الرغم من وجود موازنات مالية تكفي لبناء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية فضلا عن توافر المواد الأولية اللازمة لتشغيل هذه المحطات تقرير للبنك الدولي صنف العراق كثاني أكبر دولة على مستوى العالم بكمية الغاز التي يحرقها في الجو بعد روسيا وبالإضافة إلى استيراد الغاز الإيراني يستورد العراق منها أيضا 1200 ميجاوات من الكهرباء عبر أربعة خطوط ناقلة يمتلك العراق محطات لتوليد الطاقة الكهربائية إلا أنها شبه متوقفة أو تعمل بساعات محددة بسبب عدم توافر الوقود اللازم نتيجة تتوقف إيران عن تصدير كميات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات فضلا عن تهالك الكثير من البنى التحتية في المنشآت العراقية العجز الحكومي عن حل هذه المشكلة دفع الحكومة إلى الموافقة على إنشاء محطة إيرانية في العراق تحت شعار مساعدة العراق إلا أن هذا الإجراء له أهداف سياسية واقتصادية إذ إن إشراك الشركات الإيرانية في عقود إنشاء محطات الطاقة يبقي العراق مجبرا على استيراد الغاز الإيراني واستمرار اعتماد العراق على إمدادات الطاقة ضمن دبلوماسية خاصة تربط العراق بإيران أزمة الكهرباء في العراق لا تتعلق بأسباب مادية في ظل توفر كل عناصر النهضة في هذا المجال وإنما تتعلق بغياب الإرادة الوطنية عند العملية السياسية